سيدت اللي هو علي درويش رئيس هيئة استاد الكاهرة قال ايه عن استعداد استاد الكاهرة لاستقبال البطولة الافريقية ونرجع نكمل مع النجمة الصريح جدا لكابتال احمد سيهم ان شاء الله الاستاد بيشهد تطورات كتيرة جدا هتسعد جماهير الكورة وهتشرف الشعب المصري فيه بتنظيم بطولة امم افريقيا ان شاء الله من اول الطريق ومن اول البوابة ومن اول المدخل الرئيسي للأستاد هيبقى وجهة حضرية بنقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم مصر الجديدة تتزامن وتتوافق مع رئاسة استاد الرئيس للاتحاد الافريقي وعودة الرياضة المصرية لدول افريقيا وانت عارف مكانة مصر في افريقيا ايه ولما مصر بتنظم كاس الامم الافريقية ان شاء الله بتبقى من اكبر الدول ودي تبقى نواة ان شاء الله لتنظيم كاس العالم في المستقبل ان شاء الله كنا الاول متعقدين مع الشركة الاجنبية من خلال الهائل العربية للتصنيع لتحديث تقنية النجيل في الملعب وان شاء الله هيبقى الملعب الفريد من النوع في مصر او هو النواة او هو اول ملعب يتم بتقنية حديثة في جمهورية مصر العربية وان شاء الله بعد كده هيعمم لما الناس ان شاء الله تشوفوا في كاس الامم الافريقية والمدمار اللي هو حوالين الملعب بعد كده بعد ما اعلن تنظيم كاس الامم الافريقية بدأنا بقى طبعا تتولى الحكومة تحت اشراف كمان السيد الرئيس اللي يبقى فيه تطوير في الشكل العام في المدخل وفي استقبال او مكان الاستقبال الهسبتاليتي بتاع الضيوف ان شاء الله بدأنا نراعي متطلبات الكاف والفيفا في عدد الكراسي في المقصورة وبدأنا نغير كراسي للسات بالكامل ان شاء الله يعني كلها تفكت دلوقتي لو حضرتك حتى صورت هتلاقي المدرجات فاضية وبيتعمل دلوقتي ريبير للشاسيهات عشان نستغل للشاسيهات الموجودة ونقلل التكلفة وحتقريبا ان شاء الله هنبدأ في اول اربعة نركب الكراسي الجديد هنخش جوه بنوضب دور كامل عشان استقبال الضيوف اللي هيجوا والرعاة البهو والمقصورة الرئيسية والمقصورة الامامية وزي ما حضرتك قلت لك انا احنا وسعناها بس خدنا جزء من كراسي درجة الاولى يمين ويصار عشان يوصل عددها لحوالي 1200 وهتدقق يعني يمكن يكون اقل كده شوية الكراسي بالكامل هتتغير طبعا بنعمل صيانة في الشاشات النتائج هنشوفها محتاجة ايه جاي الطقم اللي هو بتاع الشركة اللي هي صنعت في كوريا جاي يكشف عليها ويشوفها محتاجة ايه اللي موجود عندنا خطع غير موجود اللي مش موجود هيبعت يجيبه وفي خلال شهر هتكون الشاشة بإذن الله صالحة وبنسبة كبيرة هنحدث الفرجن بتاعها قلنا هنغار الكراسي قلنا هنحط شاشة كمان في واجهة المأسورة الرئيسية يتم عليها اعلانات ويبقى منظر كويس هيبقى فيه اضواء وشكل كويس جدا يليق بالبطولة غرف خلال ملابس انت عارف انهم اربعة اتنين للفريتين اللي بلعبوا اتنين للفريتين اللي علموا الدور لو جم قبل ما يغدروا الفريتين اللي الاونية عملناها كلها طلبة لطلبات الاتحاد في مدخل اللاعبين ومستوى عليه جدا بمناطق تسخين كمان للعباء قبل ما ينزل يسخم في الملعب تكلفة ريسة ما فيش حاجة ما قدرش اقولك هتتكلف كاما لما هتتكلف في الاخر لو هتتكلف مليون جنيه اهو ده من الدولة يبقى مطلوب مننا ان احنا نحافظ عليها احنا قسرة الاستاد من اول انا الحاجة اللي بنعملها بنحافظ عليها بمعنى ايه ان انا بنزل ومر وبشوف الصيانة ولو في حاجة طلبت لو ما قلوش يقولولي مين اللي في قهدته بتخسم عليه عشان يعني مش معقولة هنصرفه وبعد كده تبوز بعد السنة يعني نبقى احنا فسدة يعني الاستاد زي ما هو بيسعى حوالي 72 ألف و300 و100 عنش هتتدقق بعد التعديلات اللي احنا بنعملها انما المطشاط اللي بيبقى فيها مصر ممكن بتوصل بقى لـ 100 ألف الناس بتوضع الكراسي وعلى آسف يعني على السلالم وعلى الطبانات فبيسعى أكثر من 100 ألف انما اللي هنقعد نقول الكراسي هم 72 ألف تقريبا ونص احنا عندنا دايما الصيانة يعني او ثقافة الصيانة ما كانش موجودة قبل كده ودي حقيقة فواحنا بنوضب نكسر مصورة ميا مثلا يجي مرفق المياه انا اكتشف ان الخط متهالك وطبعا يحتاج لتغييل انه معمول من السبعينات فطبعا ما كان لزاما عليها ان انا اتصل بمرفق المياه والمهندس ما مدوح نفسه باعت الناس عشان يشتغلوا على طول والخلص في وقت قياسي وسايبين الخط القديم موجود وحننشئ ان شاء الله خط موازله عشان الملعب حاليا نشغاله وبتسيق مياه واول ما يخلصوا هنوقفوا وننقل على خط الجديد دي مسلا مشكلة دي مشكلة بتقبلنا التنسيقات طبعا دي انا يعني عيني فوس راسي لان الجهات كتير شغالة فلازم ننسق كل واحد عنده مشكلة من اللي هالو عايز يحفور بجيب له الشركة الكهرباء عشان تقوله خلي بالك والغاز وهكذا دي تنسيقات كلها المشاكل التانية اللي انا بابقى نفسي اعمل حاجات اكتر لكن انا بقول ايه يعني اللهم لك الحمد وشكر اللي هيتم ما هيتم واللي مش هنقدر نعمله دلوقتي في التوقيت او عشان التكلفة نخليه ان شاء الله في المستقبل لكن احنا بنعظم اي حاجة بتتصرف يعني ايه بنعظم اي حاجة بتتصرف يعني الكراسي يجب انها تتغير متهلكة جدا بس كان فيه منها سليم بين الدين مراكز الشباب كان فيه جزء اتغير تقريبا في 2013 2012 فالكرسي حالته كويسة اللي هو كان لازرع ومكتوب عليه كايروستيديام ده انا قالته في استاد الهوكي على اساس ان انا مشتريش لستاد الهوكي الكراسي فقعدنا استخدامه تاني ودلوقتي ركب والاستاد الهوكي دلوقتي كنا عملنا له الكهرباء بتاعت البراج بتاعته وغيرنا له الكراسي نقص الأرضية قدينا بناخد حاجة كل ما بعمل حاجة بستفيد من الصالح فيه يا رب ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أولا وتشجيعهم مصر تحصل على بطولة الأمم الأفريقية انا بتمنها عشان احس ان كل التعب اللي تم ده ربنا اكلله بالنجاح يا رب نحب بلدنا احنا بنحب بلدنا بس يا رب نحافظ على الحاجة ويبع عندنا وعيه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة